نفسه وشكلها في منتها الجمال لايقات كتير بقى عشان الفيديو دوت يوصل لأكبر عدد ممكن ويا ريت لو انت مش مشتركة في القناة تشتركي وادفع عليه الجرس على الكل عشان بإذن الله يوصلك كل جديد وكل عام وانتوا بخير وبنسبة شهر رمضان ويا ريت اي فكاك دوت حبيتوا تفرزوها تفرزوها بنفس الطريقة دي بجد طريقة في منتها الجمال وأنجح طريقة شايفين شكل الفكهة يعني نستبعد بقى الكيس ده مش هنفرز فكهة في الأكياس بعد يعني بعد الفيديو ده بلاش نفرز فكهة في الأكياس بعد كده زي ما بيقولوا كده هوت الفراولة عشرة على عشرة ما فياش غلطة تمام شايفين بجد الفراولوية في منتها الجمال يعني لو في حد كده هوت بتاع فكهاني أو بتاع خضار بتجيبي منه الخضار كده هوت يكون معرفة هيخليك تنقيها تنقي كل حاجة بالوحدة تمام طبعا العنقود الأخضر اللي فوق دوت بالحتة اللي تحت العنقود لازم تتقطع تمام بالشكل ده شايفين بجد الفراولة شكلها يفتح النفس حبيتي بقى تفرزي كيلو حبيتي تفرزي ثابت هتعمليها بنفس الطريقة اللي أنا عملتها بيها زي كده هو تمام وتكون الفراولة يعني أعودي نفسك أي حاجة بتشتريها ما تجيبش يعني حاجة تكون بايزة فيها تمام تكون منقيها حلوة قوي قوي أو بالشكل دوت ما فياش حاجة بايزة خالص لأن جي طبعا ممكن توعد معاك سنة طبعا لو كمية كبيرة ممكن تقعديها سنة فيه ناس بتجيب ثبت أو 2-3 كيلو فلازم الحاجة تكون يعني زي ما بيقولوا 10 على 10 أو بالشكل ده كده بجد طريقة الفراولة دي هتدعي لي عليها هتقعد معاك فترة كبيرة هتطلعيها هتلاقيها فرش أكنك لست جايبها من الفكهيني دلوقتي أو بالشكل الجميل ده كده بجد شكل الفراولة يفتح النفس ما تجيبش بقى الفراولة اللي هي بتبقى مهرية دي ونصها وانتش بتنقضي الحاجة كده هو توب تخسليها لقيتش حاجة بايزة فيها لا ترميها على طول ما تخديش نص الفراولة البيز وترميه وتسيبي النص السليم لا تجي رميها كلها ما فقاش اي مشكلة لو رميتي حبيتين تلاتة مش هيقصروا معاك لاني ممكن لو سيبت حباية مش مش كويسة هتبصت لقيها بوزة الكيس كله أو العلبة كلها اللي هتفرزي فيها الفراولة أو أي فكهة تمام هو بالشكل ده كده بجد شكلة حلوة قوي قوي الفراولة لو فراولاية طرية تستبعي ديها انا دي لقيتها كده هو طرية شوية مش هعملها تمام شكلة فراولة فراولة صح يعني دي متنقية بالواحدة أو بالشكل ده كده اهم حاجة في غسيل الفراولة ان انت ما تغسلاش في مصفة تمام لو غسلتيها في مصفة هتلاقي الرملة يعني شبكة في الجدار بتاع الفراولاية ومش هتنزل خلي بالك فلازم حوالي خمس دقايق كده هو تفقل بالمية بتنقعيها حوالي خمس دقايق تمام أي طراب أي بقى حاجة مش مستحبة هتنزل في قلب المية وزي ما قلتلك ما تجيبش الفراولاية اللي هي يعني فيها جزء كبير مبيد كده او مخضر لا او شايفين خمس دقايق تتنقع كده هو كويس قوي او بالشكل ده كده يعني لازم حكتك تعمليها بإتقان والضمير وبزمة وبحب هتطلع معيك في منتهى الجمال عملتشها بقى وانتش متقريفة وملكش مزاج وحاجة تسد حاج خانة كده هوت لا هتطلع معيك مش كويسة منزيل كده هوت مطبخ وهنمسكها لنشفها طبعا معينا صواني ألمونيا صواني بلاستيك المهم ايه صواني تكون واسعة كده هوت وحطتها واطية عشان تتجمد معيك بصورة بما نجيل المطبخ كده هوت وهنشفها كويس قوي عشان انا عايزها كل فراولاية كل وحدها مش عايزها فراولايتين يمسكوا في بعض يتخنقوا مع بعض تمام لو سبت الميا فيها هتلاقي الفراولا لزقت في بعض او بالشكل ده كده هنشفها حلوة قوي قوي يعني جيه في الفليزر مش هتكمل نص ساعة وهتبص تلاقيها هتجمدت معاك على طول طبعا قبل ما نبدأ بالخطوة التانية هنشوفها كده هتتحفظ ازاي هنجمدها في الفليزر بس اهم حاجة اللي انت تنشفيها من الميا كويس جدا حبيتش بقى تفريدية على فوتا بس تكون فوتا حمرى كده عشان ما تنزلش لون برضو مفاش اي مشكلة هي فراولاية فراولاية كده هوت هنمسك هننشفها انا عايزاها ما يكونش فيها نقطة مية بالشكل ده كده هو عملت الحاجة صح من البداية هتفضل معاكي في منتهى الجمال طبعا هتقعد فترة طويلة حبيتش تطلعي كمية صغيرة مش هتلاقيها متشابكة في قلب بعضها حبت مناجيل حلوين كده هوت بقى تستغني عنهم كده وتنشف الفراولا بتاعت الكويس قوي واترسيها بعيد عن بعضها تمام الفيديو معلش ممكن يكون طويل شوية بس فيه تكات وياريت ما تسرعوش كده هوت عشان تستفاج بكل دي اف الفيديو بتاعي بجد دي الطريقة دي بتاعت المصانع يعني بتبص تلاقي كده هوت الباكت اللي انا ورتولك في بداية الفيديو دوت بتبص تلاقيه كده هو مبلغ كبير في الهايبر او السوبر ماركت لا احنا عملناه كده هوت في البيت وبتاكات بسيطة بس الخطوات لازم تكون مظبوطة جدا جدا بالشكل ده كده وهنحطها في الديف في ليزر لغاية ما تتجمد معينا تمام اهم حاجة اللي انش توسعيها كده بعيدة عن بعضها طبعا الكمية دي انا هجيب كمية قدها تاني مرة او مرتين بس كل ما هلاقي الفراولة حلوة كده هوت هاخد وش السبت فانا محبتش بقى ايه اللي انا غلس على الفكهاني واخد كمية كبيرة اه فدول حوالي تلاتة كيلو شايفين بقى الفراولة لما بتتشال في الكيس اه بتمسك في اخناق بعضها كده هوت ولو حبيت تطلعي نص الكيس هتقطعي الكيس وبصوا شايفين متشابكة ازاي يعني انهل افضل الكيس ولا الطريقة بتاعتي دي انا جمدت الكيس بالشكل دوت عشان اوريكو انهل افضل يعني الطريقة الصح اللي انا عملاها دي وتحطيها فايلة كده هوت بالشكل دوت اه العلب دي حلوة قوي قوي بتحفظ الخضار والفكه اه وممكن تفتحي العلبة كده هوت اعتخذي كمية صغيرة وهتقفليها وهترجعيها تاني الف ليزر اه مش هتقولك لا ممكن تحطي كده كم واحدة كده هوت فبولة صغيرة بالشكل ده يعني ممكن تجيب العلبة الصغيرة وممكن تجيب العلبة الكبيرة اللي رياحي انا بنقي كده هوت الفراولة الصغيرة عشان اه طبعا العلبة صغيرة تمام اهو بالشكل ده كده وهتقفليها وهتحتفظي بيها في الف ليزر بجد دي افضل طريقة لتفريز الفكهة طبعا مش الفراولة بس انت ممكن تعملي اي فكهة بالطريقة بتاعتي دي الطريقة دي ممكن يكون على اليوتيوب مش كتير عاملينها بس دي افضل طريقة بجد افضل من الكياس وتبس تلاقي الكيس كده هوت مكلبش في قلب بعضه اه والله دي افضل طريقة تمام اهو بالشكل الجميل ده اه حتى لما تفتحي الديف ليزر بتاعك كده هتلاقي الديف ليزر بتاعك منظم وشكله يفتحي النفس بجد وكمان يعني الافضل من كده اللي انت لو طلعتي كمية صغيرة اه ان شاء الله واحدتين تلاتة كده هو ممكن تعملي كباية عصير هتطلعيهم بكل سهولة اهو بالشكل ده كده بجد يعني شكل الفراولة يفتح النفس بجد وزي ما قلتلك خليكي واية كده هوت لما تيجي تشتري الفراولة اه حاولي تستبعدي اي حاجة مش كويسة فيها او بالشكل ده اه انت عارفين انا فيا خصلة من وانا صغيرة اه لما حب اشتري حاجة كده هوت اخد السوق من اوله لاخره لغاية ما لاقي افضل حاجة عند بيع معين كده هوت وارجع له تاني واشتريها اه ما حبش اتدب كده واشتريه من اي حد كده اول واحد يقابلني لأ يعني الخصلة دي ودي خصلة مستحبة يعني اه من وانا صغيرة على كده فدي برضو نصيحة ما تشتريش من اول واحد يقابلك كده هو لا اه بصي كده مرة واثنين وثلاثة على بيع واثنين اه لغاية ما تلاقي افضل حاجة كده هوت وتيجي مشتريها منه اهو بالشكل ده كده حتى لو جبتي كمية كبيرة بصي هتقعد معاك من السنة للسنة هتلاقي الفراولة فريش زي ما انا عاملاها كده هوت وهتقعد معاك وقت طويل بجد الطريقة دي انجح طريقة وافضل طريقة على اليوتيوب هتدعيلي عليها بجد والعلب دي برضو يعني بجد اختراع في منتهى الجمال اللي انت هتقضي الكمية اللي انت عايزيها واتيجي افلى العلبة كده هو لو حبتي تقضي فراولتين هتقضيهم وتيجي افلى العلبة تمام غير الكيس خالص يعني حاول يفرزي في العلب دي بجد يعني اختراعه من الاخر بجد شايفين شكل الفراولة بجد يفتح النفس وشكلها في منتهى الجمال لايكات كتير بقى عشان الفيديو دوت يوصل لاكبر عدد ممكن ويا ريت لو انت مش مشتركة في القناة اشتركي وادفع عليك جرس على الكل عشان باذن الله يوصلك كل جديد وكل عام وانتو بخير وبنسبة شهر رمضان ويا ريت اي فاكهة كده هو تحبيته تفرزوها تفرزوها بنفس الطريقة دي بجد طريقة في منتهى الجمال وانجح طريقة شايفين شكل الفكهة يعني نستبعد بقى الكيس ده مش هنفرز فكهة في الاكياس بعد يعني بعد الفيديو ده بلاش نفرز فكهة في الاكياس بعد كده ياريت بقى ما تنسيش اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الف مليون سلام الى اللقاء في الفيديو القادم ياريت بقى لايك وكمنت حلو كده هوت مع الف مليون سلام وكل عام وانتو بخير اشتركوا في القناة